نتوى حتى الماضي ساعة انتوما تسمعوا في تسعين دقيقة مرحبا بناس كل يرفقني كل من سوفيان بن حميدة وطرق الكحلوي اللي تواجه وغتس في الأوراق أهلا وصلا يعني تواجيت يعني جيت جيت في الوقت يعني تواجه في حلقتنا لليوم بش نرجو على قرار وزارة الفلاحة باعتماد نظام حصص ظرفية للتزويد بالماء الصالح لشرب شمعناها بشي قص علينا شوية بشي عود يرجعنا شوية نشوفوا بعد نحكيوا عليها بش نشوفوا زيدا شو صار في حراك 25 جويلية وعلى ما يبدو ما عادش اسمه حراك 25 جويلية ولا اسمه ما صار 25 جويلية شو صار في يعني انشقاقات داخل الحراك تم البيرح جينا اخبار بعد ممكن ضيفنا هو عبدالرزيق الخلولي امين عامحة يعني المكتب السياسي للحراك تم عزله بش نشوفوا زيدا على ما يبدو ثم انشقاقات عديدة في الحراك هذي نشوفوها بعد شوية بش نحكيوا على اعفاء ويلي جيبس وفتح تحقيق ضده زيدا بش نحكيوا على مكالمة هاتفية جمعة وزير الخارجية تونسي بنظيرو الروسي شنوها رمزيتها وبش نحكيوا زيدا ونتوقفوا على دراسة عملها المنتدى الاقتصادي والاجتماعي تقول ان الاحتجاجات تراجعت بسبب السياسة الممنهجة من طرف السلطة هيا سيدي ننطلق بخبار للتاو فرشك هو وزارة الفلاحة تقرر اعتماد نظام حصص ظرفية للتزود بالمياه الصالحة للشراب حسب المقرر فانه تقرر تحجير استعمال المياه الصالحة للشراب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية الاستغلال وتوزيع المياه للاغرض الفلاحية ولرأي المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والاماكن العامة ولغسل السيارات اشارت وزارة الفلاح ان هذا القرار يأتي نظرا لتوتر سنوات الجفاف وضعف الارادات بسدود اللي هي الجمعيات والمجتمع المدني نبهلها وكنا حضرنا العديد والعديد والعديد من الندوات اللي عطوا حلول وقدموا حلول ونبهوا من الخطر هذية مما انعكس حسب نص البيان سلبا على مخزونها المائية الذي بلغ مستوى غير مسبوق سوفيان كان متوقع كان متوقع النتجة هذي معناها تحب نقولك متوقع ممكن لكن الجدد مش متوقع من شيها اخرى لو كانت الظروف مختلفة على الظروف الأكل عام موقع لنا شي رجل غنوشي وتعلو الماء تلقاه الماء يا ابن الماء تبارك الله عليها وغاون ريا أو تقص الماء لا طو احنا نعرف ان الوضعية المائية في تونس وضعية سيئة ثم الانسترس يدريك كبير ربما حتى جفاف متوقع معناها نعرف وضعية لكن ما هيش وضعية مش منتظرة مفاجاة لا لا اخذت عوام فكل عوام هذيك احنا شا عملنا ها هو صحيح احنا شا عملنا الدولة الشنية اللي قامت بور بش تلوج على موارد مائية اخرى على في تحلية المياه شنوه لي صار في وخاصة خاصة نبدأ وبيلي عندنا ساعة في الاستغلال الامثل للموارد الموجودة بالنسبة للسناد مثلا اش عملت خلال الاعوام هذي بش تحد بنسبة الماء الضايع ضايع الموارد المائية في الشعبك الشعب اللي نو انتروتوني للشعب الماء اللي تكسر تهدر الماء هذي كان كل شي يمثل الساعة انا حسب المعلومات اللي عندي انو يمثل اكثر من عشرة ولا خمساش في الماء من الواحد متاعنا اش عملت السناد في العوام الاخرة بش تتقلل من ضياع الماء القرار كتخلي الوضعية توصل للدرجة هذي من الصعوبة القرار معقول لكن فيه مشكلة زادة انو في كل مرة فما مشكلة كبيرة في البلاد التحميل المسئولية ما يكونش للمسئولين الفعليين وانما للمواطنين صحيح انو المواطن التونسي ترح نشوف قداش احنا المواطن التونسي يستهلك ماء هل هو اكثر من اكثر من غيره لا التونسي يستهلك في حدود 120 اترا ماء للفرد في اوروبا معناها في الواحد مثلا المواطن يستهلك 150 اترا ماء لذلك فقط في النار ما نش فايتين ما نش من نش في استهلك اترا ما فماش اسراف كبير معناها فم التضييع ما في بعض الوقات في بعض الامكن فكل لكن عموما ما نش مصرفين في الماء فما ما ضايع الماء ضايع ما هوش مسئول عليه المواطن فمت ال وهذا اللي مخدمناش عليه لكن المواطن هو اللي اليوم قعد يخلص في الفاتورة الشيء الاخر هو انه القرار بتاع الحكومة بتاع الوزارة هذا جاء وفت معناها بشي قن وضعية هي موجودة لانه عندهم العديد من الاسابيع اللي بدأت الصناد تقص بالماء على العباد بصفة دورية وسامسونا بذلك مبعد جاء القرار تقول عليهم معناها لتسويت وضعية ماهوش ماهوش قرار جديد ولا وما جربوا يمكن شوفوا معناها لانه المجتمع التونسي فد ومسح يديه ما السلطة هذه ولا كل حاجة خايبة ينتظرها منهم طارق أقبل ما نمشي لطارق نحب نسمع مهم على الأخر هو دعوة من طرف الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري عن طريق نائب رئيسها إلى يعني دعاء السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ المائية دعينا الحكومة ودعينا السيد رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ المياه وحالة الجفاف اليوم البلاد كل تمر بجفاف إنعكد سهب على صبر الحبوب كذلك سينعكد على تربية الماشية من أبقار وأغنام كذلك على مستوى الإنتاج الخبروات وعلى مستوى بقى الأشجار المثمرة معناه في حالة حسنة اليوم فقط ما نمشي قاعدين وفروا في أكثر من 15 20% للأشجار المثمرة طارق شنو رأيك أنت في القرار السيعة موضوع نحن هذا حكينا فيه عن المدة أكثر من مرة أنا جزت مهم جدا أنه نعرف تونس كدولة الدولة يعني تعرف كما تقول تونس كل تعرف تونس الدولة تعرف كانت تعرف اللي نحن دخلين على حالة فقر مائي منذ سنوات من الحاجات اللي عملناها في اليتاس وقت اللي كنت موجود في 2012 و2014 هي دراسة على النياه في أفق 2030 وعملها المرحوم عامر الحرشاني مفامش خير مفامش خير من أكاك مفامش خير المرحوم عامر الحرشاني هو معناتها الأب منشأة المائية في تونس وبالتالي من وقتها نذكر أول مرة اللي تقيت به في 2012 قال لي سي أرجان بلس كأرجان مش معانتها مش أنه نعملوا دراسات ميداجير هذه 2012 وقتها قد يش تحتاج بتعمل دراسة لالفين وثلاثين قال لي بان عام ونص وقتها وجبنا كل المندوبيات الجهوية وقتها اللي تاس وتعاونت معنا وقتها الإدارات المختلفة متع زارة الفلاحة واتحال الفلاحين وغيرها ملاشياء وحتى تم الاتصال والتواصل مع اللي شدين لجمعية المائية خطر فما سيركوية آخر كامل اللي ما عندوش علاقة بالسناد اللي هو الجمعية المائية في الأراضي الفلاحية ووقتها وخرجت الدراسة تم تكرارهم في دراسات لاحقة حتى بعد شد بعد ناجي جلول في اللي تاس عاود وزاد ووسعوا فيها الدراسة هذيك وتبنيها أصلا البنك الدولي تونس تعرف الدولة تعرف منذ سنوات المشكلة كان هو دفو هو ما كانش وفي المعرفة الدفو كان شنو بنعملو وكان موجود في الركومنداسيون كشنو تعملو كذا من تحليت المياه توسيع بعض السدود أحداث بعض السدود في بلايس أخرى إتساترا دونك هنا تقليل من حكاية الأبار العشوائية اللي مشيت خاصة على مستوى الوسط الغربي والجنوب الغربي يعني مستويات أرقام يعني غير معنا تحاجة غير عادية لأبار العشوائية صارت بعد كان فما مشكل حقيقي في أن الدولة تفرض نفسها وتفرض القوانين متاحها في علاقة بالموضوع الاستراتيجي هذي نحن توصلنا وصلة الزنق لهذا ما عادش فيه تحت شيء مش نبكيه وعليفات المهم مش نعمل وتوى ولهن خلنا نبدأ واضحين المسألة هذي ما عنداش علاقة بالاستفاف السياسي ما يلزمش يبدأ عندها علاقة بانتي في السلطة ولا انتي في المعارضة هذي موضوع ينجم توى يضر اللي هو في السلطة ويعاون اللي في المعارضة ويعتقد اللي في المعارضة يعاون واني تقوي احتجاجات فانو تونس هذي ما عندها متضرة هايجي نخموا مبعضنا في حلول استراتيجية كيفاش نطبقوها وكيفاش نعملوها وهنا الشي اللي صار في القرار هذي هو مهم خلنا نلفو معناها ونثمن وساعة القرار هذي ثمنون شو معناتها هو ايجاب السناد ماء السناد انو يقع استعمالوا في الاراضي الفلاحية في السقيان متاع التيراند غولف معا احترامي كل المعانت المنشأة السياحية واللي تحب تجيب دي توريس تعملوا غولف اذيك مهم جدا ويزي مويت عمل اما ماء السناد متاع صارح الشراب يمشي للتيراند غولف معا انت ما تصيرش في العالم في العالم الناس اللي خلقت القولف ما تعمل شكيك معانتها في مبارك انتي انو تتغسل بها الكراهب باهي مشاريع الكراهب وليغسلو الكراهب ويزي منغسلو كراهب منو كده اما تعرف حتى في اوروبا في الصيف حتى في اوروبا يعني اوروبا اللي عندهم ماء متوفر يومنا عوز تعمل الماء تيتي لغسلين الكراهب معانتها في الصيف نسيسر واحنا نتواضعوا اهم حاجة نتواضعوا يعني كان فيما حالة ارتخاء من الجميع في الموضوع هذي متصرفوا كانوا تيلي ما هيش مشكلة معانتها هاوك الماء يهبت مسابالة وانتر بارانتاز راهو ما كانتش ما هوش مزيان الماء يهبت مسابالة ما كان المطلوب ممن كان في السلطة انو يقوم ما هو ضروري في وقته لانو ما تصيروش في الوضع هذيته جست بارانتاز علي كنت تحكي فيه قبيل الحاجة الاساسية توا انو كاتوين سنتضامنوا مبعض ونسمعوا الكلام الكلام هذية اللي هبطت من وزارة الفلاحة والسناد نطبقوه نسمعوا الكلام ونبدأوا نمشيوا في المقابل زيادة الدولة ايزا تلعب دور في تمويل مشاريع خاصة في علاقة بكالي سيتارن اما الماء الصالح للشراب او الماء العادي انو ناس تولي تخمم في منطق الاكتفاء الذاتي فاما قرار مهم هبطت تفصل من فصول القانون المالية وادعوا توين سيل كل التركيز معاه واللي نجم يعملوا يعملوا هو المواجل والفسقيات وانو فاما امكانية لتعويض الناس خاصة اللي عندها اراضي فلاحية نتعم المواجل والفسقيات هذي حاجات راهي تونس كانتا كيكا في الوضع الطبيعي هذي كان الوضع الطبيعي رايزمنا نخمو الوضع الطبيعي هو الناس تتضامن مبعضها وتتكاتف وتلقى حلول على مستوى الاكتفاء الذاتي في علاقة بالماء راهوا فكرة التوائل وانا قاعد وانا قاعد وانا يجيني الماء واموري منظمة ليه السياحة السياحة في مناطق اللي هي فيها جد ماء نخموا مليح نسيسوا بعضها نسكل اصحاب المشاقات السياحية مهم يكون فهم المسياحة ومهم السواح يبدأ عندهم ماء لكن الاهم ولا هني تخلنا يرى ولا غالب تخلنا في منطق الاهم والمهم والمهم لانو ناس تلقى ما تشرب باش تقعد حية ولا تلقى ما تروي ارضها بالنسبة الجمع الجمعية المائية في الاراضي الفلاحية اهم من انو في بعض البلايس يصير السراف في استعمال المياه في بعض المزن وانو استهلاك السائح من الماء هو يساوي تقريبا مرتين ونص قد استهلاك المواطن وبعض السواح هما بيدهم بتوين سادي بعض السواح هما بيدهم لا لا سايح بشفة عامة يعني في المؤسسة السياحية دونك انساسوا بعضنا هذا موضوع ما هوش متاع استفاف سياسي في المقابل الرئيس والناس اللي شادة الدولة وانوش بده وعنده شهر وانوش بيسيبيان مهما توا جاء الوقت انو نبدأ وكالي يتعاملوا في الدراسات المتلاحقة اللي على بعضها اللي تستنى في الرفوف انو نمشيوا فيها شنو يتكلفن تحليط مياه البحر قدش يتكلفن قدش نجم الجماعية الجماعية التونسية تارق لإدارة الأزمات بتفعيل نصحت بتفعيل مقترحة توزيع بالتداول الزمني للمياه الصالحة معقول معقول كل المقترحات يلزم الدولة تسمع الناس تسمع جماعيات المجتمع المدني وتسمع وتسمع الدراسات اللي عملتها الدولة مش حد آخر الدولة بيدها عمل الدراسات تسمعها الدولة وتبنى يمكن السياسات اللي يمشي ما يعملش باساسيون معلي قبل هذيك موجود طبعا لكن فما مشكلة أخرى فايزة اللي الأقسام والمؤسسات والهيئات اللي تعمل الدراسات في وزارة الفلاحة فما مكتب متع دراسات في كل وزارات في كل وزارات فما إدارات خاصة بالدراسات بخلف لتاس اللي هي لتاس سيبوزيت كون هو مركز دراسات الدولة كل وزارة فيها دراسات وعننا مؤسسات بحثية فيها دراسات هنا الدراسات ما هيش ناقصة موجودة الدولة عملت دراساتها شو المشكل الانتباه بشكل جدي وإيجاد التمويلات على مستوى الأطراف الدولية والأطراف المانحة فيها لقبل موضوع هذي نتعاونوا عليه مو احذر لي نحكيوا عن المدة اللي فاتت لكونا على الهجرة غير النظامية فما مصطلح جديد قاعد يقعد تداول ونراه في بلاستو تماما ليه الهجرة المناخية مو فما هجرة الهجرة الأسباب الأمنية أنا وعندك فاوضة وحرب أهلية هجرة اقتصادية بسبب المشاكل الاقتصادية نجمن عن الوجوء ايه لهنا هذي مصطلح جديا قاعد يداول حتى الامم المتحدة تبنيته انو المناخ هو يفرض عن الناس الهجرة اخويا الناس اللي في افريقيا وجنوب الصحراء واللي في شمال افريقيا نحن اخويا معالي شماء واللي صعيم هالناس اللي عندها ماء شجع ليه ها يعني العالم يجب يتعاون مع بعضه ونتوجهه للعالم ونتوجهه للناس وقمة المناخ لأخرج من جبدو على الموضوع ذي الهجرة لأسباب مناخية فما وعي على مستوى دولي بهذاية يلزم نستغلوا النافذة هذية ونتوجهوا للعالم في اتار حلف كامل على مستوى افريقيا على مستوى ضبط الوحدة الافريقية ليجي التمويلات مش فقط على الطاقة الشمسية لانو ربما ركز على الطاقة بسبب منها محتاجة للطاقة وحاجتها بالطاقة الشمسية متاعنا هي يلزمنا باكتج كامل فيها ونحن زيدا نعيشوا نتعاونوا مبعضنا باش نلقاوا موارد مائية موتها كل واحد يقعد في بلاد ونحبو نقعد في بلداننا رو نحن نحبو نقعد في بلدان نحبو نقعد في مجالاتنا ونحبو نقعد في لازي سباسم تاعنا لكن نتعاون وباكتب تحبو نيش نجيوك وما نحبوش نجيو غديك اما في نفس الوقت يا اخي نتعاون ومبعضنا على مستوى دولي باش يصير استقرار على مستوى سكاني لكن ما نجموش الشعوب هذية ما تنجمش تعيش إذا كان يتواصل الفقر المائي الحالي واضح نمشيو في فاصل صغير ونرجع ونحكيو على الانشقاقات اللي صايرة في منظومة مسار 25 جوليا وبما أنه حراك 25 جوليا جزء من المنظومة باش نحكيو على الانشقاقات اللي صارت داخله وشنية أسبابها وفي 90 دقيقة من طوى حتى الماضي ساعة كنا نحكيو على أولى الانشقاقات في منظومة 25 جوليا سوفيين باش تفسر هالانشقاقات هذية خاصة أنه اللي برحكين ضيفنا عبد الرزق خلولي رئيس حركة يعني رئيس المكتب السياسي لحركة 25 جوليا وشتماعت تصريحاته لكن تفاجئنا من بعد بإيقالته أو استبعاده ما فهماش برشا تفسيراته التفسير البسيط هو أي تنظيم سياسي وخلينا يسميوهم حراك مسار إيجان قولك سميوهم كما تحب لكن هو تنظيم سياسي كل تنظيم سياسي ما ينجم يكون موجود إلا على قاعدة فكر سياسي أي الجانب النظري مهم جدا أور هذو معلاش نوع قايمين على خلينا نقولوها بكل وضوح على انتهازين على محاولة تقرب من رئيس جمهورية اللي هو يستبعد فيهم كل مرة يتروش فيه واحد منهم هما ديجاء حسب تصريحاتهم قالوا قالوا ما فما يشتجوا من رئيس الجمهورية ثم أنه هذي المنظومة متاع خمسة عشرين جديد هي خلقت لنا خلقت حسين الحاجة الأولى هي خلقت في أجديدة من السياسيين ببروفيل جديد اللي من غير محتوى نظري كبير برشة فرفيش ما نقولش الكل اللي راوه معناها فما استثنائيت لكن الأغلبية الانتباع العام ثم في الأخير الشي اللي يصير اليوم في حراك خمسة عشر جويلية اللي هو يحب يرجعوه المسار خمسة عشر جويلية العركة نقولو ما بين بديدة اللي هو يصير فيه من وراء البحار والخلولي وبالمبروك اللي موجودين في تونس معلها عركة تظهر حاجة أساسية هو أنه أولا هذه أول الانشقاقات في منظومة خمسة عشر جويلية ثانيا أنه كل الأحزاب وكل التنظيمات السياسية راوة نجوم تعيش أزامات وبالتالي ربها واحد وما فهمش علاش أن نعتبروا هذا بخير من الأخرين لا لا لكلهم كيف كيف إذا كانت أسمح لي سفيان تفضل والله أنا معنتها أنت قاعد مقبيلة قاعد تقول شنية تنظيم سياسي ما قلت حتى وكانت مسميه إيجا نقول لك أنا إيجا نقول لك تنطبق أكثر عليهم من تنظيم سياسي تنظيم سياسي ماذا اخي توب جدك يعني أخذر لي شو بعد بعد ما قيس سعيد طلع قيس سعيد عنده مجموعة نعرفوها أنا واحد من الناس نعرفهم من الفين واحداش نعرفهم بالاسم بالواحد سونية الشاربتي وغيرهم غيرهم من مجموعة بعضهم حتى كانوا معايا في سيبير ونضم معاه قيس قروي ولا غيرهم جمع نعرفوهم من قديم الزمان ما عروفين جمعات قيس سعيد يدوروا معاه يمشيوا معاه منهم مشكون منهم ولي يجيبس اللي مش نحكيوا عليه يجيبسهم من جمعات وهو إلى حد الآن معايا كان جمعات طفيق شرف الدين هذو مشكون هم تارق هذو ما حتى حد لأب لهم هذو ما ناس طريقة اللي تصرفوا بها بالنسبة لي مينجمو كون كان الناس متحايلين يقولولي نحنا نعرفه ونحنا مرتبطين بالرئيس ونحنا ندفو على ما عنده حتى عريقا بقيس سعيد يعرفوش لهو يعرفهم ولهم عندهم هو ما اتصال به جاءوا كيشافوا 25 جويلية ما عندوش حزب ما عندوش حزب قيس سعيد مصر أما عنده حزب تحت الطاولة جمعتوا يختار منهم للمواقع الأساسية والي بن عروس والي بن زرت هذو كم جمعتوا بالعقل يعينهم هذو كم جمعتوا كانوا معاه في التنسيقيات كانوا معاه من قبل للفين ونسعتاش هذو ما ليه تعين شي منهم حد ما تعين حد سينورمال خطر ما يعرفهمش طلع شي منهم حد من مظاهر التحيل بالنسبة للجماعة هذوما اللي يقولوا نحنا ونعرفه ونحنا نسيره وكذي قالوا طلعنا وقت اللي تذكر ندفو سحفيه قالوا عنه ثمانين نائم اخي طلع متوا منعرش عندهم واحد اثنين قدش عندهم ما نعم مش عارف ما هذو فميش طلعنا مش طلعنا نستسمحك طارق ايمان خطر تستنى ديجا هي موجودة في ندوة صحفية حاجة مهمة برش لايب سارة مع الدينهم نحنا توا لايب حدث كبير ماشي بلاي عدينه سمحنا ايمان والله ايمان مشاهد احنا نغتيو كل اسمعني طارق احنا نحن موقف من حتى حد لازمنا نكونوا على حيات ياخد الكمنا نحوسوا في الماء واستراتيجيات الماء ومشينا الحاجة متحيلة طول سمحنا ايمان قصيت عليك مرحبا مرحبا بيك مرحبا بمستمعي مرحبا فايزة فعلا كنت متوجدة في الندوة الصحفية لمساء خمسة وعشر من جيلي بعد ما كان حارف بلا اليوم نحقد ندوة صحفية للاعلان على تسمية جديدة والاهم انه تم الانشقاق او ترض ثمر ابديدة لثين مؤسس معاهم في حراك خمسة وعشرين جيليا حسب ما قالوا في الندوة الصحفية لانه ما هوش وطني والاهم انه رفض دعوتهم لرئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية قيس فعيد لانه هما مطالبين انه يترشح للانتخابات الرئاسية الفين واربا وعشرين على زوز دورات لكن ثمر ابديدة ارفض المثلب هذا وقال مش وقته انه رئيس الجمهورية يترشح لانتخابات الفين واربا وعشرين بك على اجتمال انشقاق عليه وطبعا الابتعاد عنه كليين وقالوا اي حاجة طوى منه هو هما ما عندهمش حتى علاقة بيها هذا هذه الحاجة اللولة في الندوة الصحفية الحاجة الثانية طالبه رئيس الجمهورية بحالفات جديدة كما الجزائر مع السين وروسيا والابتعاد على الاتحاد الاوروبي لانه عندهم كالنظرة الاستعمارية مثل التونس ثالثا طالبه رئيس الجمهورية بحل هيئة الانتخابات ومحاسبة فاروق ابو عسكر علش على خاطر قرق ابو عسكر متمسك باجراء الانتخابات البلدية في الفين واربا وعشرين وهما قال لك احنا غير مستعدين لاجراء الانتخابات البلدية خاصة انه رئيس الجمهورية ومازال كحن البلدية ومازال بكري نجم اجنوه عام اخر لانه قال فاروق لانه تهمه فاروق ابو عسكر انه يختم حركة النهضة لانه هي مستعدة للانتخابات البلدية وبشتربها وهكيكا هما ينجموا يربحوا في الرئاسية وهكيكا معناها المسار خمسة وعشرين ينجم يفشل في الانتخابات البلدية وفي دعمهم الرئيس الجمهورية في الفين واربا وعشرين ايضا طالبوا بيحل الجامعة العامة للبلدية قالوا لانه سيء البلدية تتحلوا ما تمش علش موجودة الجامعة هادي هذو ما اهم النقاط اللي جيوا في الندوة الصحابية لمسار خمسة وعشرين جميلة شكرا ليكي مانا طيب كنت مباشرة معنا نباها مش عتيك الكلمة طارق طارق مش عتيك الكلمة تفضل لاي لاي غيندي ناس كذبة كذبة وصدقتها يعني اعتبروا رويحهم لكن موجودين عندهم انصار يا طارق لاي اصار لحد شيخي تحكي بجدك هي تلز اربعة من الناس وواحد هيرب في امريكيا لو عدوا قضايا امتلت لا تستنى فيه وجدت عليه اللي مؤثر والاخر مرة واخرتي موقعونا عندهم ثمانين نايب والاشنية ما عندهم طلعت اختوا بارامو هذي بديدة ودرشكون طلعها واحدة وليه ونجيوا سياسة والسياسة الدولية وعندهم ويرا هي سبعد على تزير والفين واربع وشرين ترشح ومنتوى ما بش في واحد جميع احبوا عم المناجدة وجميعها ليه هيذي ناس سياسة خي تحكي بجدها تيسكيتش في رمضان يجي هذي تخي اذي سياسة تخي نحكيو بجدنا توا مشين كنو نحكيو عالحاجات الثقيلة قدن هكا واني نحكيو ميسي كاريكاتوران اذي فاش نحكيو بالله نساين سروي احنا البرلمان اذي فيه بعض الكتل فاما اعتراف سياسية هاو شوية حركة الشعب اللي ينتصر الشعب فاما بعض الاتراف فاما خستان جماعة اللي كانوا نيديه واصلهم تجمع وكذا طرف موجود هذي شفيه البرلمان اما هذي سيد الكاريكاتورج مع هذو مدونك اصلا انشقاقات في اللي شيء ما عندها اقرب منهم بالله يا عاوني نعمل قضية في علاقة بالتحيل في علاقة بالموضوع اذي الناس اذي قلت لحنا تابعين الرئيس ما عندهم حتى علاقة يا وانتي بقاية السعيد واريني كيفاش تابع قاية السعيد داي مو تحيل اذي كيما كجماعك اللي يجي يقول لنا تابع الرئيسة ويبدأ يقضي لك في قضيات ولا تابع الحكومة ولا تابع عدارة ويبدأ متقمص شخصية بوليس ويبدأ يقضي في القضيات اي 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 اما خليل طرق طو هو قاية السعيد ان اه ايقول مستبعيني اما مع ملحات شاية بقدم شبهم قضية في التحيل اي داب الناس وانتي تحبت زي دالي لا لا انا اعلامي انا كاعلامي اتعرض للتحيل بتاعهم انا عايتلهم في البلات ويت ونحكي معهم وضيعنا كديش دو عشرة قاية لنحكيو فيها علماء اكثر نحكيو علماء لازمو حسة كاملة وخبراء ونجيبو خبراء نحكيو على الجماعة لها عليك اللي شيء انشيققات في اللي شيء انا سميه بي نمشيو مباشرة الى قرار رئيس الجمهورية اعفاء ولي قابس من مهامه وفتح تحقيق ضده بتعليمات جاهزة يذولي تقريبا مضي ساعة تعليل انا قريته البلاغ من طريق است الجمهورية اقبل الصحور ايه ايه مصيعة مصيعة وشوية كالعادة يعني بيانات العفاءات دي ما نصف الليل ما بساعة ايه مش جديد عن رئيس مش جديد بتعليمات من رئيس الجمهورية قصص عيد اذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد ولي قابس السابق تتعلق بعدد من الافعال التي قام بها ويجرمها القانون ويذكر رئيس الجمهورية بهذه المناسبة بان يذكر عفوا بان الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وان الذي يتحمل المسئولية يجب ان يكون في مستواها فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة او خارجها شوف فهم اكثر من النقطة فهموني يعني خلنا في القتار خلنا بدأ باول حاجة ساع اللي انا اهم شكونوا الويلي ولا لا هو اول حاجة بالنسبة لي انا بعد صمت بلغ أسبوع ما فهم حد شي على صفحة رئيس الجمهورية حتى كما بعوث المفاور الاوروبي الاقتصاد قال اللي قابلته من شر هو حتى شي عد ما يخذ مسافة من ظهور العلني الشي اللي يخلق مجاله ومساحة للأحاديث وأقويل حتى مثلا لأطراف المعادة حتى بخلفه هو موجود كلام على الرئيس ومستشفى ودرا شنوه حاجة من نوع ذلك الرئيس اختار انه يظهر من خلال هالقرار هذي قرار العفاء هذه النقطة الاولاد فهم غياب غياب يثير تساؤلات خستان كيف ما قلت قابل مسؤول اوروبي كبير ومن شر حتى شي غياب شكون تقصد غياب رئيس على الصورة يعني قابل مسؤول اوروبي للاقتصاد هم زيارة جيتنا للمدة لفت السيدة ذي هو اللي قال قال انا قابلت الرئيس ورئيس من شر حتى شي صفحة رئيس من شر حتى شي هذي النقطة الاولى النقطة الثانية هي انه السيد ولي جابس هو من جستمو هذي من جمعت الرئيس كل من عيوني ووليت معتمدين الفترة السابقة وحتى في بعض احيان عمد وفي بعض احيان مديرين في بعض الادارات بعضهم فكالتعينات العديدة في الرايد الرسمي جزء مهم منهم هما مما يسمى جماعة المشروع مشروع الرئيس هكا يعني انت متوافقين على التسمية بينت بعضهم ماهوش تنظيم قائم الذات معترف به مايعملوش لدوات صحفية ما عندهمش طلعوا منهم نواب عندهم بعض العناصر موجودين متفرقين يا ريزال مكة في الينتصر الشعب جماعة الرئيس بعضهم ولات منهم سيدة دا ولي بن زرت ولي تونس ولي وزير الداخلية ولي قابس ولي تطوين ولي مدنين سيدة بوزيد جرجيس ولي سيدة بوزيد ولي سيدة بوزيد كان في الجمعيات الناشطة اللي عندها ميل اليسار قراب من جماعة الرئيس لكن ما كانش من جماعة الرئيس بتاع سيدة بوزيد للتدقيق يعني الحاجة نحب أقولها أنه هذية فعلا من جماعة الرئيس به هوا كان كان مسؤولة تنسيقية على الانتخابات في الالفين وتسعة شكل رسمي هو لدالي سيدة هذية بعد قاعدة جابس من غير والي بعد قصاء الوالي اللي كان تابع حركة الناشطة جاء بقاعدة فارغة جابس ثم جاء سيدة هذية ونذكر وقتها الاتحاد الشغل الاتحاد الجهوي للشغل بتاع جابس عملوا بيان خاص على الموضوع قالوا رأي سيدة دا من الجمش يكون ولي نظرا للبروفيل متاعه للسيفي متاعه العديد الأشياء قلوا بيانجيبش يكون ولي وكانت ذكر زيدة عمل مشكلة معه المجلس البلدي متاع جابس دونك دي جاكنت فما أسألة دونك تعين على أساس الولاء دونك عينوا قيس عيد حتى حد ما نصحوا به هو قيس عيد هو اختار هو جيبه وحطه هو متاعه متاعه من مش فقط يقيله بل يقيله ويفتح بمعه فتح تحقيق تو فما حديث شنو القضية برامون فما كرهبة وولد ووكسيدان تقريبا حاجة تشبه لنور معروف برامون إلى حدين ما فماش حتى خبر رسمي على هذا أما هذي هو ما فماش خبر رسمي على شنو اللي صار في كرهبة تنور معروف لأ هذيك فيها قضية هذيك فيها قضية وابحاث هذيها مزيل تو فما جانب سلبي وجانب إيجابي جانب سلبي إنو اختيارات الرئيس في عديد منها في كثير منها هي اختيارات غير صعبة وهذي أنا تلكزامبل تكريفة ما حاجة إيجابي إنو اللي يغلط يخلص حتى من جمعته باي هذي حتى جميعتي اللي يغلط يخلص غلط عمل كذا يخلص فعلا لذلك لهنا الفما زاد الجانب هذي الجانب الأخر نحب نختم به هو أنو معناها هذي حكيت الجانب كيفش يقعد فتح القضايا بتعليمات أنا النص بتعليمات من رئيس الجمهورية تقوم وزيرة العدل بفتح الدرشنوة يعني الرئيس هو النيابة العمومية الرئيس هو النيابة العمومية اللي هون فيه الرئيس قال أنا منيش لكن عمليا طريقة الواحد وهذي يعني البعض الناس يقول وشني مشكلتكم خليها الرئيس يحل قضايا وشني مأهاء يحل بيانسور ومن حقه وانو يحل لكن مش هكاية يعني فما إجراءات لو كان الرئيس هو يولي شادة كل شي كل السلطات حتى منطق شكلي شادة كل شي أنا وقتها ما عادش عنا حتى معنا حتى الفصل الشكلي للسلطات اللي عام وينتهي عاد يقولونا نعلن الملكية وكهو يعني مش على خاطر هو أكت باهي أنه ليغلط يخلص حتى من جمعته يلزم الإجراء هذي كي يكون صحيح لا كفا ما إجراءات نجب تعملها وزارة العدل تثير قضية ويعلن تعمل بيان تقول راه النيابة العمومية حلينها في شخصة ذاية كذا وكذا ومش يتعدى على التقديم ومش يتعدى على البحث واضح سوفيين معلها بقول القضية هذي معلها النجم النجم اللخصوها في بعض النقاط البرقية أولا تأكيد جديد جديد أنه رئيس الجمهورية لا يحسن اختيار معاويني الشيء الثاني هو أنه عندنا علاقة غريبة في تونس بين المسؤولين والسيارات الإدارية هي علاقة غريبة أنه معروف لو صحت الرواية حادث السيارة ابن ولي ولي جبس المقال سيارة البيام إكسيس وزير شؤون الدين الزادة ما نسوهيش لأنه فضيحها ما زال معلنا تعليق رسمي لكن ما عندنا واللي زيدي قوي الشكوك هو عدم وجود تعليق رسمي هذا الوحن فما علاقة غريبة ما بين المسؤولين تونس والسيارات الإدارية الشي الآخر هو راو معناها كما قال تعرق بذيك راو الاخبار رحنا منين جانا جانا من رئيسة الجمهورية اللي تقول بتعليمات من رئيس الجمهورية قامت وزيرة العدل بطلب النيابة العمورية أن تفتح تحقيق معناها القرار هو قرار رئيس الجمهورية فهمت إذن مهما كانت ما خلينا من روالي وغلط وغلط وشك مهما كانت ما هوش رئيس الجمهورية معناها كي ياخذ هو رئيسة النيابة العمومية شروط المحاكمة العادلة تنزف فيه فهمته طوى ما نتصور شو مش يكون مفاجئ اللي وزير الداخلي الجديد واللي هو من مجموعة جماعة المشروع هو أيضا هو طبعا هو زوج سونيا شربتي اللي هي من الحناصر الأساسية في جماعة مشروع الرئيس من المتوقع أنه تصير عملية تغييرات ربما في مجموعة من الولات والمعتمدين اللي ما عينوهم شو ربما شق من مجموعة الرئيس اللي ربما عينهم كانوا مرتبطين مباشرة بالرئيس أو عينهم شرف الدين أو تعينوا من طرف آخر من مجموعة الرئيس يعني ما نستغربش أنه تصير مجموعة تغييرات على مستوى الإدارات المختلفة على مستوى الولات والمعتمدين اللي تكون بدفع من الوزير الداخلي الجديد طبعا معناها أغضر فالتعينات هذه يلزم نقبله نقبله أنه طبيعي جدا أنه على مستوى الولات عينات الولات كذلك يكونوا قراب من السلطة اللي أحنا طالبينه أنهم يكونوا قراب مبروك عليكم لكن عاكم من كفاءة الضروري اللي حابيت نقوله مش هذا اللي حابيت نقوله اللي يفهمه مجموعات مجموعة الرئيس في حد ذاته هي الشقوق مختلفة وربما طبش يشوفوا بعض الولات اللي مهمش ربما قراب من المجموعة اللي فيها وشربت بش يبدوا يغادر وربما بعض الولات منهم مشهورين جدا أولقاوا صيد كبير نظرا لتصريحاتهم ومنش يقولها والبير لهناء ما نحكيه على بيار أما حاجة الأخرى في علاقة بوزير الداخلية جديد البارح صارت اتصال مهم جدا أنا أعتبر هو أهم حدث ما اللي تعاين عامل وزير معه وزير الداخلية الإيطالية لا هذا مهم لأنه اللي عاملوا واللي سمعناه فما بيان من الجهة بالتونسي لكن البيان الأهم والحديث الأهم هو الجانب الإيطالي هو التصريحات وزير الداخلية للصحافة الإيطالية اللي قال فيها تقريبا لأنه وش تصير دوريات مشترك مش فقط بحرية على مستوى المياه هل داخل المياه القليمية هل داخل المياه القليمية التونسية وليه مزيتم مش واضح أما يحكي على برية دوريات برية مشترك بين الجانب الإيطالي والجانب التونسي وأكثر من هكاكا تقوية العمل الاستخبارات هاني جاي وأكثر من هكاكا أكثر من هكاكا تحدث على بورتس فيق تتذكر أنا كيش بدنا موضوع جرجيس ركزت على حاجة رئيسية قلت راو العوابد هي واحدة من البلايس تخرج منها وراه مستحيل في رقل الرشاد من المفروض إما في رقل الرشاد لاستعلامات دونك دار حرس الوطني إما مش قادرين يخدموا في خدماتهم وإلا فما مشكل كبير دونك التصريح تارش بقى التصريح وزاري الداخلية لإيطاليا أنو إيطاليا تعمل عمل استعلاماتي مشترك في ميناء إصفاقس وحدة ده في ميناء إصفاقس يعني يقصد منطقة العوابد وكذا يعني بش يعملها مع شكون مع الرشاد بتاع الحرس البحري تارش معاناتها مع انتا مانيش وثقين برشا في الرشاد بتاع الحرس البحري هدا شو معاناها هراوان بليسيت وهذه هل أنو الكلم الكلم اللي قالو وزير الداخلية لإيطاليا ولهنين نتوجه لوزير الداخلية جديد يعني كمان لفقيه السيد كمان لفقيه هل اللي قالو وزير الداخلية الإيطالي للصحافة الإيطالية دقيقة وغير دقيق نحن ننتظره في تعليقك على ذلك خاصة اللي بش تصير زيارة هدا يبدو في إطار التحذير لزيارة مهمة بش تصير فيها خرفريل بش يجيوا فيها وزير الداخلية الإيطالية والفرنسي والمكلف بالهوم أفيرز يعني مسألة الداخلية في الاتحاد الأوروبي هدا بش يكون اجتماع مهم مهم جدا واللي قلتو أكثر من مرة في الأسبوع السابق نعاودو يلزم تونس تكون عندها كونتر بروبوزيشيون اللي يجاي بينو هما هدا توا بش يعرضوه عالتوينسا التوينسيسي بيكون عندهم أخوية شو معنا متعمل إيش معاي دوريات مشتركة مو نحكيو عالسيادة الرئيس من الحاجات اللي يدعون فيها يوما وليلا ونهارة هي مسألة سيادة شو معنا تعمل معاي دوريات مشتركة برا وليه واستعلماتين تبدو موجود معاي في مينا يسفيقس لابس من النقص نعملولك مراكز متقدمة متاع الاستخبارات الإيطالية العسكرية ومراكز متاع كارابينياري معناها شرطة إيطالية على تونس نعملو زادة في سفيقس نعملو هكا بلايس مرة يجيك براج بتاع تونس ومرة يجيك براج إيطالياني لا بس هما عندهم بروبوزيشون لكن بروبوزيشون التونسية يلزمها تكون مارينة طبعا لأنه معناتها منش منش بشو تكونوا كل وضع الجدار السميك في نالماء يلزم تعاون معنات رفضية ما التعاون ما عنده حدود مش تجيك تخلي البلادي تعمل في دوريات لبس هذا هو هذا هو أنه تعاون مفروض علينا مفروض علينا والطبيعي جدا أنك تعاون مع الناس اللي عندك معهم علاقات لكن لكن فما حدود فما حدود اللي هي اسمها سيادة الوطنية رو العمل لاستخباراتي على الأرض التونسية هذا إذا مش هذا انتهاك للسيادة الوطنية ما له وقتاش يتم انتهاكها الدوريات المشتركة وأنا نحقق لك أنه الدوريات هذا يقصد بها دوريات في المياه التونسية هو إذا كانش بد البر معناتها سي هو قريب لأنه لأنه في قانون البحار ليه دوريات البحرية نعرف نعرف ما دام قاد دوريات في البر معناتها البحر يقصد المياه الإقليمية التونسية ما دون بار لأنه لأنه قانون البحار سعيب ياسر وإذا دخلوا للمياه الدولية لا تراجحوا من تونس كما تحب فهمت هما يحب يسكر عليهم ما دامهم في المياه الإقليمية التونسية شوف بالله كلمة نحن نشوف نحن نشوف التوكي المدة اللي فات قاعدين نقول اللي اللوبيينج الإيطالي هو اللي صالح أنه تونس تاخد قرد لكنه في نفس الوقت ضغط ضغط عليه موضوع الإصلاحات أنه تونس يزل تلتزم بالإصلاحات اللي وقع العلانة عليها في تشاك الخبراء بتاع صندوق النقد الدولي في 15 أكتوبر لكنه زادة عنده ملحق وقلناه رأوا بشي جي الملحق الملحق يعني قبل هجرة غير نظامية شفت وزير الخارجية الإيطالي يحكي في معاه وزير الخارجية الأمريكي ويحكي معاه مديرة صندوق النقد الدولي على صندوق النقد لكن فما الثمن والثمن شكوم بشي شكوم بشي يخلصوا شكوم بشي بشي يجيبوا هو وزير الداخلية الإيطالي يعني هذية هو وزير الخارجية الإيطالي ليهي باللوبيينج ووزير الداخلية الإيطالي هو اللي يعمل في الكل هو اللي يخلص في الحصد هو قد يخصد في الثمار أي معنية الاستغبارات وحنا وحنا فرايشية فالموضوع ذا وحنا لأ إن شاء الله ما نكون وشنا نستنى فما أسمع أسمع أنا نحكي على الوضع الرهن لأنه ما فما حتى تصريح سيادي تونسي لأنه ما نعرفوش تونس اشقالت بالضبط لأنه ما نعرفوش ما وقفها ما نعرفوش شنوى المقترحات متاحها فنقولوا أنه تونس الشيفون هتوا قاعدة تبلع في الماء على بصرب ما عندهش واحدة ما عندهش ريكسيون وهذا مقصب رو كنقولوها زيارة مرتقبة في أفضل كنقولوها ذايا رانا ما نشفر حانين كنقولوها ذايا رانا ما نشفر حانين رانا ذايا شيء فرحان خطر فما واحدة تسلل عننا برشا ما شفناهوش هو سوفيان جوبانتيني اللي عودنا بفقرة السياسة بالاقتصاد نفرحو به بعد لازمنا فاصل طاوة فاصل وراجع مقبل ما نمشيو نشرة الاقتصاد بالسياسة بش نمشيو غابي دمون المكلمة جمعت بين نبيل عمارو زير شون الخارجية والهجرة بنظيرو الروسي رمزي بسرعة مش تناكلوا من وقت جوبة الحاجة اللي نحب قلوها مش اول خلنا بدين دقيقين مش اول مش اول مكلمة بين وزير خارجية تونسي ولفروف مش اول واحدة رو سارت قبل لكن البيان هو اللي فيه فقرة على انو العالم متغير وانو المصالح يلزمها تتأقلم على هذا العالم المتغير انو تونس بعد مكلمة على فروف تقول رأو العالم المتغير والمصالح معنى تهران كتونس المتوازنة والمقؤولة في عالم يشهد تغيرات عميقة وسريعة يعني هناك ثم تغير القطب اللي بقعد يتشكل ما زال ما تشكل بشكل كامل اللي معني بموازاة الطرف الامريكي اللي هو الرواسة والشناوة يعني رانا مهتمين كتوينس بهذاك وهنا الراقب فيه هذا شمعت ونختم غديك لانو الموضوع نجي ميكر كيفاش بشتتغير العلاقات روسيا منيش خايفة روسيا مهتمة بتونس مهتمة بتونس ارتباطا بتونس لكن ايضا ارتباطا بالجزائر اللي ما بيدنوا وارتباطا خاصة بليبيا بالوضع في ليبيا ولافروف اللي قاع الهاتفي هذا البوكالمة الهاتفية لفروف رو نتذكروا انو جيل تونس اخر زيارة لي كان بشي جي كان بشي جي بعد زيارة الجزائر لا 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 نحكي على بعد الحرب بعد الحرب جي قبل جي اما الاهم صوفيان كان مبرمج بشي جي بعد الحرب مشيل لزي الجزائر كان بشي جي ومبعد الغهر في اخر لحظة بعد حرب في العام الخراني هذا كان مبرمج زيارة وما صارتش عموما عموما هو انو تونس معناها ما تحبش تطيش كاريمول كارتا نطاع الروسية وهي ورقة ضغط وحتى معا الولايات المتحدة والولايات حد الاوروبي في ما يتعلق بسندوق النقل الدولي يعني هما يشت دونك بي ما اش نقول نقول والله بيهك ينعملوا سياسة الخارجية ما تنجم تكون ما تنجم تكون اكيد انك موافق انو بلادك تحاول توازن في علاقاتها وتحاول انا تستفيد اكثر ما يمكن من الوضاع اللي تعيشهم هي ويعيشهم العالم واضح اهلا ومرحبا بيك يجيب حذينا سوفينغ وبنتيني في نشرة الاقتصاد بالسياسة اهلا وسهلا ومرحبا بيكم هالغيبة كهوة عادة رمضان ارتحت الجمعة لولا مرت شوية وتو هني رجعكم في فورما وننتلقوا في الفقرة انتلق وخلنا احكي ايوه معاهم اش اسمهم وما اش اسمهم ربي ايوها الاسموم اي عشان يسيت انا ربان يعمل ايوها الشعب بالضبط ايوها الشعب ما كم تعرفوا رمضان يعمل كما قلتو خطفايزة وانتي سيد العارفين لويح الديخ وساير فيه فمني وفش يعنيها كيفش مش نعانيوه رمضان والسخانة والدنيا ميك لابعاثها لعما مش مشكل طوما ديمني ذكرت برا من كم نخد مره احنا ايوها الشعب ايوها المواطنون ايتها المواطنات حب نقول لكم زفر رايخليت علش قولكم زفر رايخليت 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 نحب نذكركم اللي سيل فاقوس ب 10 الاف مبروك علينا سيل فاقوس ب 10 الاف الاخبارة تعرف علش يخوافني اغلم البنانا علش يخوافني ليه هو الديد البنانا عاد تنجيوه علش خايف مش ليزيد يغلى خايف ليه خايف لو زرت التجارة اتقرر انه تسعر هون وش يصير يولي السوم يطلع ما عادش موجود يولي ما عادش موجود هانا دي نشتار في البانان كيف ما قلت انتي قلنا مش بيعوه كان بثمانية الاف قال لا لأ رضوه بثمانية الاف اه نود رضوه بخمسة الاف امشي البانان انتقل وذهب ولم يعد واللي يشري فيه تقول يشري في المارشنوار تاو تدخل راو كل نهار مخ يوقف معناها داخل للخذار يشوف كان في الرجال تغمز لبعثهم يا ولدي خذار راو يا اخي يهديكم رمضان نقعدوا رايزين راو تشوف شنوه عاد يغمزوا لبعثهم وكل خذار يبدأ يقرنس في رأس النهج يطلش فمش ما فمش ويجبت شكارة كحلة ويبدأ يلف البانان تعرف شنوه حاسيت روحي خلف مساحة كبرى ولا مغازة عمومية ما حاسيتش روحي في رمضان نشري فيه طرف خضرة وطرف غلل طارق طارق الكحلية ويسأل عالبانان المارا ليفوت البيع طارق في الحوبة شو الليو يسميه اللي بيع البانانة اللحام متاع البانان خانكم للكم خانكم للكم ليه عاد والله وفي خذم هذا كل معناها يا رمب تشوف الناس تخبي في البانان وحاش ما بيهم معناها لويعد يشري كيلو بانانة بعشر الاف وحاش مخايف في رمضان عليش؟ على خاطر قررنا اننا نسعروا سي البانان مش مشكلة وفي نفس الوقت عاد بعد ما تخرج من الخضار وتعيش الأزمة هذي وتتراهوج ومتفهم حد شي يعرض تعرضك أجواء رمضان في تونس شوية خنيفري في الكيس شوية خنيفري في الليدارات ما تيسر وما تاب من ذكر الإله والأم والعم والخالة كان لزم وحتى البو يخلط عليهم ساعة يقوى علينا ربي التوينس يا أخوية في الحكاية هذي وبالخص عاد تبدأ مراوحها بالموت تبدأ الناس تجري في الكيس كراها بطايرة تترس معكين 140 كيلو متر في الساعة 150 160 ولا أخوية بالخص تبدأ عندك سيارة باهية مرسيدس ولا أودي ولا فما ماركة أخرى متاع واتور دو سبور تعرفو هيش؟ تراه؟ الماركة الثالثة بيم دوبل فيه وما داونا نحكيه على البييم يا ولدي مش نحكيه سميه ماركة عالمية لا مش إشها سميه اللي عنده بش يشريها ومش بش يشريها يا سوفيان وخاية طلع عنده اللي بش يسوقها باسم الوزارة مادامنا سمينا الإكسيس العجيبة كتبت واحد في الكيس يا أخوية متاع سيد وزير الشؤون الدينية عشنا وشوفنا وزير الشؤون الدينية في إكسيس نجلة بدينش نعملولها ناخذولها فراري بيه وقيسس عايد يا أخي نجيبوله صاروخ من نازا يطلع عليه معناه ولا كيفيه وزير الشؤون الدينية في إكسيس أبو قلب وزيره وبلغي للأمانة التاريخية نحييه وقزاميل محمد بوغلب اللي اعطانها المعلوم بش ما نوض المحاتة حد تخيلوا معناه وليه ويجيوا يقولونا التوينسة ما تستهلكوش لساس والمزوت راي الدينية غليت والوزرة توحل في البيومة وفي المرسيدس ما نعملو احنا نحنا ناخذوا كاريتا والخليوم هما يطلعوا في الكراب ولا كيفيه اخويا عشنا وشوفنا في تونس ما بعد الثورة والله ودز على الوضع سعيب والأزمة العالمية والتضخم منجم نقول كان يا ناري على روحي في هالبلاد ذي ويا ناري على الصغريش عديد فيه حسيلو بش ما نطولو هيش شمني اينا شنقول نقول يا اخويا صح عليو مدام الوقت عطاهم صح عليو واحنا اخويا هاتوا نشوفوا كيفاش ندبروها وبالنسبة للناس اللي حايرة عندي ليكم فكرة نذكروا توحة كالعادة انو عنا وزارة تشغيل فارغة عنا وزارة تشغيل فارغة من فيبري لذا الناس اللي تحب حتى هي تسوق إكسيس مثلا تنجم تبعث اسيرة ذاتية على فاكس رئيس لحكم سبعة سورة شمسية نعطيكم الرقم فاكس رئيس لحكم تنجم تبعث السيفين بتاعكم يا شاباب بلتسمع فينا انا اعلم لماذا قمنا بالفورة انا كنت في الحمام ساعتها شكرا لكم الناس الكل شكرا لك سوفيان جوبانتيني مرسي بكو طرق الكحليوي شكرا لك سوفيان بن حميد نخلي الميكرو الملك اللي جيكم بالميكرو وبعدها جيكم امير العجيلي في الاخبار مرسي بكو امينوس احنا نتقابلو نهار الاثنين بعد شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة